تمشي الله يحفظ نعم نعم الله يجزاكم خير ويعافيكم يا أخواني حن نحول الظلم الظلم ترى ظلماته يوم القيامة هذه يذكرني قصة يقول واحد يقول الله أنهم متشاهدوا عليها القصة هذه يقول يمكن لها 400 سنة طيب يقول هذا أمير بلد يقول ما هو بالسعودية يقول من أدول مجاورة يقول هذا يقول الأمير يقول ظالم شعبه يقول ويخلط من كل جه ربا ومشاكل وغربيل يقول جاء يوم من الأيام يقول قال أن نبي رم البيت يقول أنت يا أمير ذا بيت النبي الرم هو الزراعة والبستان والدين اللي بنخليه يعني أقرب ما يكون يعني بالترميم يكون كائنه جديد يقول ما كان بلادهم وزمانهم فيه سميت ولا كان فيه حديد ولا كان يقول كل شيء من المزرعة يقول الجسور يقول والطمامة يقول القصور يقول القصور من طين يقول الطمامة يا نبي عن نخل يقول والشجر يقول المهم يقول استمرانا يقول نبني للأمير ذا يقول الأمير هذا ما هو بسيط يقول طاغية يقول يأكل حقوق الناس وربا ومشاكل وغربيل يقول جاء يوم من الأيام يقول جاء هذا القصر يقول قال أنتم يا هلال البلد يقول ترايحة الحين أبو وفر لكم مدام نبي ننزل بالبيت وعيد الله لاتمى إن شاء الله لا ما قال إن شاء الله قال نبي ناتمى ونضيفها القرية ولم نضيفناهم نبي نحطها آطيب مثلا نجيب الراقصات ونجيب العلوم كل أبوها ويخلوا الشباب نصرف لهم السيوف عيالة عيالة بنين نبي نصرف لهم السيوف علشان إيش علشان يهابونهم الأعداء المجاورين ونخلي شجاعتهم تطلع يقول البيت يقول مبني من الطين يقول وجسوره يقول كل أبوه من الينبيع ومن الشجر ومن الطلح ومن النخل يقول كمل القصر يقول النزل يقول حط ضعاف استقبال يقول أنت يا هلال أمير ذا يقول جاء يقول يوم الناس يتمعوا يقول يسوي الكرامة يقول من العصر يقول حتى غربة الشمس يقول يوم غربة الشمس يقول حط مصابيح ما فيه كارب زمانهم ذا يقول والأمير يقول يجيب السيف يقول يسل سيفه يقول يجيب سيفين العيال اللهم موجودين قال يا عيال أنتم أشبال عيال شجاعة وعيال شبل وعيال إنسان مثل شجيع نبي نشوف شجعاتكم اليوم هذه السيوف استلموها جدد يقول يتمعوا أهل القرية يقول حط راقصات يقول نسا يقول ودخل معهم يقول وجاء بعياله يقول عيالها اثنين يقول عندما جوا استمروا يقول عطاهم السيوف يقولهم يطلعونها يقول من ضمن المجموعة ذي يقولهم يتمان جاءت مع هالناس ذولة يقول عندها ولدين يتمان اثنين يقول الصرايلي ما هم أكباري يقول يوم منهم السيوف أعيال الطاغي هذا هالناس الشجاع ليحط أن ما فوق يده لكن الله موجود سبحانه وتعالى يقول المهم والأعيال يقول يسلون سيوفهم يقول يتفاولون بهالي يتمان اثنين وين ذولة يقول يقوم يقطعون وهم وحيا يقول قال هل البلد هذا حرام محرم قال والله هذا ولا شبابنا ونبي نعلم الشجاعة وهذا حنا معهم نبي نحفظهم من كيد المكيدين وحنا على نغز وعلينا قال يقطعون عيالك يقطعون هل يتمان ذولة قدام أمهم يقطعونهم وحيا قال يا رجل يجربون سيوفهم يقول نزل الغضب سبحانه وتعالى استمر هذا الطاغية هوية عياله حتى أنهم قطعوا الورعان اليتمان يقول أمهم أمهم قامت تصيح وتانخ تقول عيالك قطعوا وعياله ومحيا قال بس هربي قدام يقطعون ونسمعهم هذا لشجعان يجربون سيوفهم يقول هل البلدي وصار وقسمي قسمي استنكروا أمره قال وهذا والله يمكن الله عقبنا سبب فعله وقسمي يقول سمت في رم تم علن يقول قال الأمير يالله حاليا خروج انتهت العفلة والناس يبين يسكنون وأنا هذا مسكن وانتم يالله غادروا الدراويز يقول الدراويز علىها يقول يقول بيبان يقول من خشب يقول من ينبي عن النخل يقول قدامنا يقول يوم منهم استمروا يقول هل البلد في بلدهم يقول جاخر الليل يقول الله الصياح وين يقول يوم منه قام الله كافئ بنفس هالقصر يقول الصياح يقول ضرب النخل يقول السقوف يقول البيوت يقول الطين يقول طيح بعضها على بعض بسم الله الرحمن الرحيم وش لي كان وش لي صار وش لي يقول وهل البلد يصيبهم رعب الله يكافي قالوا مع الرعب ذا قال يطرعون قال يوم طلعوا قال له والله أول ما طيح بيبان الدرويز يقول أنا بي أنكبار يقول يوم أخذ يقول له والله النخل يقول يتصافك يقول يطيح على الأرض يقول له والله أسطوح يقول الطيح من طمامة ومن سقوفة كلها خشب وطين يقوله هم ينفجعون هل البلد يقول انضرب المكان يقول له والله بظلم ليل يقول له عليهم هكذا ظلمة قال لي مثل ما صوره من القصر ذا يقول لي السماء يقول ظلمة سوداء له مطار ولا فيه بروق ولا فيه رعود يقول شي عظيم يقول أول هالدنيا قدامنا يقول الصياح يقول والسطوح يقول طيح بعضها على بعض يقول والنخل ينهمت يقول وهنا ظلام يقول من القصر يقول يسما واش انتبه الحاضرين ترون ان هذا هذا العذاب من رب العالمين واش ترونه له سحاب وله عجاج مثل ما قيل واش الذي كان يا اخواني نبتديبك يا ابو حزام واش تظن ان هذا الغضب واشو على هذا القصر وعلى هذا الشجر والنخل اللي طاح وسقوف اللي طاحة شعف ولا عصار ولا له لا شعف ولا عصار ولا سحاب هم روح اسود نزل مثل المصورة على نفس هذا القصر وقامت تطيح وين يطيح النخل ويطيح الاشتيار ويطيح سقوف قصور الطين الطين ما يطيح يقول واقف لا في القصور تطيح سبحان الله يقولوا يصيبهم رأب يقولوا يوقفونها هل البلد قدامهم مناك يتفرجون في حكمة الله والصياح يصيح انت يطاغي هداه هو عياله وحراسه ونعلمكم قال يوم منه ما صبح الصباح قال لا شيء عظيم يا اخواني له سحاب وله عواصيف وله شيء ماذا تظنون مش تظن يا ابو قدرت الله فوق الجميع الله سبحانه وتعالى هيا شيخنا تكتورنا واش تظنون ان هذا الغضاب اللي ينزل على هذا الطاغية الله يشكرنا هو قدرت الله سبحانه وتعالى نعم هيا ابو نايف دليل ورشاد على الله بحال لذا ما هو يعني عاصوف ما هو عاصوف وله مطر وله هو حما شفت الله ما اقدر اخمن اطلعت الشمس يوم اطلعت الشمس له الجراد 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 عمود الجراد نزل على هذا الطاغية وكل النخل من آخر من نسطيه الطاحة النخل اكل البيبان ودخر وكل السقوف طاحت وين البيوت سبحان الله العظيم قالوا يوب النجو يقول له والله ان الطاغية احد حي وحد مي يقول وان خيل ولا شجرة هو اتسفه الله سبحانه وتعالى نزالها يقول اخر الليل يقول وكل الجميع سبحانه وتعالى ترى مشهور نعم ترى ما نزل على شيء من جنود الله من جنود الله والله هاليمر هذا القصة اللي سمعناها وسلامة الجميع جزاك الله خير وانشاء الله خير ننتقل الى الاذكار اذكار المساء بعد هذه القصة من الشيخ ابو صالح ننتقل الاذكار المساء مرحبا يا ابو صالح الله يستر عليك ويقاك شكرا للمشاهدة property شكرا للمشاهدة في القيادة loans Abidi